وتحت شعار إن لم تستحي اختار من شئت إليكم هذا الاختيار عصام سيام رئيس لجنة الحكام يختار الحكمة السكندرية المفضوح بميوله الزمالكوية محمد عبدالقادر مرسي لإدارة مباراة الزمالك والمصري الأحد المقبل والمقامة بدون جمهور في ملعب القاهرة الدولية وسكوت المصري على ذلك الاختيار المشبوه يجعل بقائه في بورسعيد أو انسحابه من المباراة أسهل مليون مرة من لعب المباراة تحت قيادة قدورة قدورة الذي احتسب هدفا من لمسة يد مفضوحة لعمر زاكي ضد غزل المحلة في الأسبوع الثاني واحتسب هدفا لعمر زاكي في نفس المباراة من كرة لم تقترب من خط المربع وتابعوا مع اختيارات عصام سيام النقاوة لحكام مباريات الزمالك بطريقة لا يقدر عليها أكبر المتعصرين الدورة المعين لمباراة المصري هو صاحب الأهداف غير الشرعية للزمالك يعود للفريق للمرة الثانية في سبع مباريات فقط لأن الزمالك راضي عنه بينما يستبعد عصام سيام أي حكم لا يحبه الزمالك على الفور وبالفعل لم يحكم سمير عثمان رسميا من سنين للزمالك رغم أنه قدم له فروض الولاء والطاعة في مباراة أدليتكو مدريد الأسباني ليعود ولم يحكم فهم عمر للزمالك هذا الموسم على الإطلاق لجنة التحكيم الفاجر تتلاعب بالعدل وبالدوري لأنه لا أحد في مصر يقول لعصام سيام عيب ولأن الإعلام الأبيض توحش بصورة هائلة ولأن الأهل مات إعلاميا وإداريا أدور حكما للزمالك والمصر واضربوا رسكم في الحد ومن شبهات اختيار إلى قذارة قرار كلاهما مع حكام سيام فورة يناير العظيمة التي تسببت في تحرير مصر قسمت الشعب إلى أطياف بفعل الفلول ولكن جاء الحكم اليسميني محمود عشور نسبة إلى الشايب اليسمين ليحاول أطياف الشعب المختلفة إلى كلمة اتفاق واحدة اتفقوا حول عدم صحة ركلة الجزاء القذرة التي احتسبها للزمالك أمس ضد المقولون العرب في الدوري وسبق العقلاء من الزمالكوية غيرهم في الإشارة إلى غباء القرار وظلمه ولتحيز الحكم ركلة الجزاء وضعت المشاعر المتباينة على وجوه المصريين بين فرحة للبعض وغضب للبعض ودهشة للأغلبية لكن الأمر الذي اتفق عليه الجميع هو الضحك الضحك حتى البكاء من فرط سزاجة الحكم في شرب تمثلية شيكبالا المتكررة بل المحفوظة ولعل إغراق عشور في شرب الشاي بالياسمين كان وراء الواقعة أو الفضيحة أو القرار القذر الضحكون لا يعرفون أن عشور لم يشرب التمثلية ولكنه طلبها أو انتظرها ليريح فريقه المحبب باكراً قبل أن تتعقد الأمور في المباراة وأكمل عشور مساعدة الزمالك بسيل من الإنذارات للاعب المقاولون وتفوق عشور في استياد المخالفات الوهمية ضد المقاولون حول منطقة جزائهم وكأنه صياد العيون الذي يبحث برصاصاته المتوحشة عن عيون ثوار التحرير كان أفضحها المخالفة التي احتسبها لعمر جابر وأضحك الجميع بعد أن اختل توازن عمر ومع ذلك احتسبها ملك الشاي بالياسمين عشور عشور فعل ذلك لأنها رغبته الشخصية التي علمها الجميع ولأنها رغبة رئيس عصام سيام الذي اختاره لإدارة المباراة بعناية لتنفيذ الفعلة النكراء وفعل ذلك الفعل الشائن لأنه لا يدرك أن حجم النقد الذي سيتعرض له من الإعلام المحايت عشور يعرف أن الإعلام المحايت إذا انتقده سينتقده أخف مليون مرة من حجم النقد الذي سيتعرض له من الإعلام المتوحش إذا لم يفز الزمالك عشور حزى حزوا بقية الحكام الفاشلين الساقطين بدنيا المستبعدين من إفريقيا ولعل عددا من الغارقين في الضحك بعد ركلة الجزاء النكتة من سمورة سامير عثمان لشيكابالا أيضا في مباراة الزمالك وقتلتكو مدريد الأسباني الودية لم يفيقوا الآن حتى الآن من ضحكهم حتى أضحكهم مجددا عشور سلاس ركلات جزاء متتالية للزمالك في سلاس مباريات متتالية كلها وهمية وخيالية حدث لا يراه أحد إلا في زمن عصام صيام وفساد الحكام وتوحش الإعلام عشور فعل أمس ما فعله أخوه محمد عبدالقاد المرسي في مباراة غزل المحلة باحتساب هدفي عمر الزكي المفضوحي وما فعله متحة عبدالعزيز الذي قضى على الإنتاج الحربي باكرا جدا بالطرد ويأجيه عبدالعزيم في الشوت الأول عشور قلد الحكم ياسر عبدالرقوف في مباراة سموحة وصار على نهج الحكم محمد فاروق الذي احتسب أسرع ركلة جزاء للزمالك أمام اتحاد الشرطة والنتيجة أن محمد رضوان المدير الفنية المهذبة للمقولون العرب مهدد بالإيقاف بعد أن خرج عن أطواره وهدوئه في كل تصريحاته الصحفية والإعلامية عقب المباراة معلنا أن محمود عشور قدم أسوأ تحكيم شهده في تاريخ الكروي ومؤكدا قبوله أي عقوبة إدارية من اتحاد الكرة ضده لأن الفجور زاد عن الحدود أضاف رضوان على قذارة احتساب ركلة الجزاء بقذارة احتساب الهدف الثالث الذي سجله لاعب الزمالك أثناء إيقاف الحكم للعب وأثناء تثبيته عن عمد للاعب المقاولون تماما بعد احتساب مخلفة وشروعه في انذار لاعب المقاولون عشور موحد المصريين للضحك على قراره دخل التاريخ من أضيق الأبواب بأقضر القرارات وأكثرها ظلما ولكنه ليس الأول ولا الأوحد وفي وجود عصام سيام ستتكرر مجاملات الحكام للزمالك إلى أن يغور صيام أو يتوقف كل الحكام مصير الحكام الظالمين ظهر في سوريا الحرة حرس مربع منتخب سوريا للشباب ضرب حكما احتسب ركلة جزاء ظالمة ضده في الدوري والعجيب أن الحكب البضروب في سوريا احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدال وليست ركلة قذرة أي أن خطأه أقل جدا مما فعله عشور الحارس شاهر شاكر من فريق الحرية الليب الحلبي المدينة الباسلة حلب التي أشعلت الصورة الحالية والتي لا ترضى بالظلم اتجه إلى الحكم الفاجر وضربه بكل عنف ورفض إكمال اللقاء الهزلي ولم يأسف لعقوبة اتحاد الكرة السوري الفاسد مثل حكامه السياسيين والكراويين بالإيقاف لمدة عام مصير الحكم السوري الظالم ينتظره الكثيرون من أقرانه الفاسدين في أماكن كثيرة في العالم وعلى رأسها مصر بالمناسبة لاتحاد الإماراتي لكرة القدم أوقف اليوم النجم العالمي الأرجنتيني أرماندو ديجو مارادونا ترجمة نانسي قنقر